مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار جديد تقدمت به بريطانيا بشأن الأزمة اليمنية القرار 25-11 أكد دعمه لوحدة واستقلال وسيادة اليمن وقضى بتجديد الولاية للجنة العقوبات والجزاءات وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن لمدة سنة إضافية حتى فبراير 2021 تضمن القرار أيضا تجديد العقوبات التي أصدرها في قراره 2216 في العام 2015 على قيادات في ميليشيا الحوثي وقيادات من عائلة صالح لم يأتي القرار بجديد كما يراه البعض فهو ليس أكثر من تمديد للوصاية الدولية على اليمن وتجاهل التطرق لجوهر الأزمة اليمنية ومساهمة المجتمع الدولي في معالجتها على الرغم من تأكيد القرار على أن الحل الأمثل للأزمة اليمنية لن يكون إلا عن طريق الحوار المباشر بين الأطراف اليمنية إشارة نص القرار لوحدة واستقلال اليمن رآه البعض دعما لموقف الحكومة الشرعية ضد مشروع الانتقالي الانفصالي الذي ترعاه السعودية والإمارات غير أن الواقع على أرض يقول أن مجلس الأمن ومواقف الدول دائمة العضوية فيه تتماهى مع أجندة الرياض وأبوظبي في اليمن الحكومة اليمنية رحبت بالقرار وأشارت إلى النقاط التي أدان بها القرار ميليشيا الحوثي لكن السؤال هل ستستفيد الحكومة من هذا القرار وما هو الأفق الذي يمكن للحكومة العمل من خلاله على ضوء حقيقة أن السعودية والإمارات أصبحت في الجانب الآخر من المعادلة إلى جوار ميليشيا الحوثي فيما يخص تقويض الدولة في اليمن وعرقلة عملية السلام